بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي على محمد وآل محمد الطيبين الطهرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة العزاء لازلنا في بحثنا أن امرأة هي رأس الكفر والكذب في بيئة الانحطاط وأسرة الانحراف الحلقة الثامنة عشرة بأنوان الأفاكة اتفكت الإفك يعني قصة الإفك الجزء الرابع ونود إعلامكم بأنه تم تغيير اسم قناتنا للمرة الثانية على اليوتيوب من راوح حديث العترة الطاهرة 1394 إلى هل نحن على دين الأمير أم على دين الحمير 1394 قال الإمام الصادق صلى الله عليه عليه يؤتى يوم القيامة بإبليس مع مضل هذه الأمة عمر لعنه الله عمر بن الخطاب في زمامين غلظهما مثل جبل أحد فيسحبان على وجوههما فينسد بهما باب من أبواب النار قال الإمام الصادق صلى الله عليه عليه لو جحد أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله جميع من في الأرض لعذبهم الله تعالى جميعا وأدخلهم النار قال الإمام الباقر صلى الله عليه إن الله تبارك وتعالى جعل أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله على من بينه وبين خلقه ليس بينهم وبينه علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ومن شك فيه كان مشركا المصدر للأحاديث وكتاب ثواب الأعمال للصدوق نكمل ما انتحينا عنده في الحلقة الماضية عن الأفاكة عائشة السلقلقية الداعشية وصلنا إلى وفي ترجمته أمنة قال ابن الأثير قال بعضهم إنها جلدت مع من جلد فيه وقيل لم يجلد أحد المصدر للحديث أزد الغابة لابن الأثير الجزء الخامس صفحة 428 وقال ابن عبدالبر وكانت حمنة أو حمنة ممن قاض في الإفكة على عائشة وجلدت في ذلك مع من جلد فيه عند من صحح جلده المصدر كتاب الاستيعاب لابن عبدالبرد الجزء الثاني صفحة 85 ومفهوم إن هناك من لم يصحح ذلك وأنكره ويفصل المعوردي هذا التذبذب بتبيان حجة كل فريق من النافلين للجلد والمثبتين فيقول اختلف على حد النبي صلى الله عليه وآله أصحاب الإفك على قولين أحدهما إنه لم يحد أحدا منهم ما عاقب يعني لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو بيينة ولم يتعبدن الله أن نقيمها بإخباره عنها كما لم يتعبدن بقتل المنافقين وإن أخبر بكفرهم القول الثاني إن النبي صلى الله عليه وآله عد في الإفك حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي بن سلول ومسطح بن أثاثة أو أثاثة وحمن بن تجحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة رواه عروة بن الزبير وابن المسيب عن عائشة رضي الشيطان وعنها نجده المصدر في النكت والعيون للماء وردي الجزء الثالث صفحة 161 والمنصف يميل دون ريب إلى حجة الفريق الأول ذلك لأن من المعلوم أن حد القذف لا يثبت شرعا إلا بالإقرار أو البينة أي أن يقر القاذب بفعله أمام الحاكم أو أن يشهد شاهدان عادلان على ذلك أمام الحاكم أيضا أين قيام الدعوة والحال أن الدعوة لم تقم أمام الحاكم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أقر أصحاب الإفك بإفكهم ولا قامت البينة عليهم بشهادة الشهود فكيف مع هذا يخالف نبي الله صلى الله عليه وآله الأصول والأحكام الشرعية فيجري الحد على هؤلاء حاشا لا يقال قد ورد في الأحاديث أنهم أرجفوا وقاضوا في الإفك بين الناس لأنه يقال أن هذا لا يكون مسوغا لإقامة الحد إذ لا بد من استدعائهم أمام الحاكم أولا وإثبات جريرتهم بإحدى الطريقتين الشرعيين الطريقين الشرعيين وإذ لم يحصل ذلك فلا حد لا يقال إن القرآن قد أخبر عن تلبسهم بالقذف والإفك لأنه يقال إن ما يكون في القرآن من إخبار أو أخبار لا يحل محل البين أو الإقرار لا يجاب الحد وقد أخبر القرآن عن تلبس الوليد ابن عقبة بن أبي معيط لعنه الله هذا السافل بالفسق ومع هذا لم يجرع عليه حدا أو تعزير في حينه أيوان نجده نجده قال ابن عبدالبر في الاستيعاب الجزء الأول صفحة 492 ولا خلافة بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت إن قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبع نزلت في الوليد بن عقبة ولو كان الحد قد وقع فعلا ظهرت أمامنا الأحاديث والروايات هذا الوليد بن عقبة يا هو أبو خالد ابن الوليد والصاقط ولو كان الحد قد وقع فعلا ظهرت أمامنا الأحاديث والروايات المتعددة عن تفاصيل إيقاعه على هؤلاء القوم ومتى كان ذلك وأي كالذي نجد في قضايا الحدود الأخرى التي جرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حيث نجد تفاصيلها في عشرات الأحاديث والروايات أما هاهنا فلا نجد حديث حتى حديثا واحدا ولا يعقل ولا يعقل أن لا يصلنا حتى حديث واحد من المئات الذين حضروا هذا القطب الجلل لو كان قد وقع فعلا بل لو كان قد وقع الاشتهر وذاع وتواتر بما لا يدع مجالا لأحدا أن يشك فيه ناهيك أن أن ينكره وبما لا يدع مجالا لتناقض وتنافي المنقول عنه وقد مضى أنكار جمعا من أعلام المخالفين لوقوعه وشكهم فيه وتنافي فيه أو تنافي ما نقلوه عنه فهذا فهذه هي حجة الفريق الأول في النفي تراها متوافقة مع وصول وحكام الشرع مقوات بين عدام الأحاديث والروايات التفصيلية وبوجود روايات تنكر وأقوال تشكك عدا عن أن المنقول في الإثبات متناف متباين متذبذب أصلا أما حجة الفريق الثاني في الإثبات فليست سوى الالتزام بحديث عروة ابن الزبير وابن المسيب عن عائشة وهكذا فيك الخصام وأنت الخصم والحكم والحاصل إنه لا يتآتى للمنصف الإعراض عن حقيقة إن جلد أصحاب الإثبت المفترضين لم يقع ولا يمكن للسوي الإذعان بما دعته عائشة وأطلقته على عواه هنا دون أن يكون له شاهد أو أن يكون له ما يعضده وإذ لم يكبت وقوع الحد بل ثبت عدمه كان ذلك قادحا في صحة ما روته عائشة في الإثبت نأتي إلى الإيراد السادس جاء عن عائشة وأتباعها في سياق إثبات قصة الإفك على النحو الذي تدعيه إن الأشعار قد قيلت فيه فكان من فكان من قول أبي بكر ما رواه الطبران عنه يا عوف ويحك هل قلت عارفة من الكلام ولم تبغي به طمعا إلى آخر الأبيات وكان من قول حسان بن ثابت حصان رزان أو حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافلي إلى آخر الأبيات بدعوة إن حسانا قالها في معرب تبرئة عائشة والاعتذار إليها وكذا رووا عنه إنه قال حين جلد أصحاب الإفك لقد ذاق عبد الله ما كان أهله وحمنت إذ قالوا أجيرا ومسطح إلى آخر الأبيات هاي بكتبهم كلها كذب كذب ماكو دليل يعني والظن بك إنك غدوت خبيرا بأكاذيب عائشة يعني ظن بكم أنتم يعني للسمعون من بداية الحلقات من بداية البحث صرت خبراء بأكاذيب عائشة بعدما وقف وقفتم عليه آنفا في غير مورد وبهذا تكون تكون قاعدة التعامل مع حادثها الإهمال والترك بدون بدون إلى أن تقوم القرينة لاحقا على الصحة والاعتبار لأنه ليس لعائشة مكان بين الثقات العدول سيما فيما تدعيه لنفسها والأمر ها هنا يجري على المجرى فإن أول ما يخرج هذه الأشعار المنسوبة إلى أبي بكر وحسان عن دائرة التصديق والاعتبار إنها روية من طريق عائشة وعند البحث عما يمكن أن يكون قرينة على صحة مضمونها لم نجد إلا ما هو قرينة على كذبة أما الشعر المنسوب إلى أبي بكر فقد مر عليكم في الفصل الأول يعني بالحلقات الماضية إن الشك يعتري الأشعار المنسوبة إليه فلابد من التحري لإثبات كل واحدة منها وهذه الأبيات التي تنقلها عائشة عنه لا يمكن التصديق بها لعدم وجود المؤيد أولا ثم لنفي عائشة ثانيا كون أبيها قد قال شعرا على الإطلاق فقد قالت كما مر عليكم في الحلقات الماضية والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ما تقول ما قال ولا في الإسلام قط أو قط المصدر أحاديث الشعر للمقدسي صفحة 67 فكيف لنا أن نصدق ما تنفيه عائشة بنفسها وأما شعر حسان الذي فيه عصان رزان ما تزن بريبة إلى آخر فقد وجدنا من طرق أخرى أنه لم يقله في مدع عائشة والاعتدار إليها على ما زعمت وزعموا بل قاله في مدع ابنته والإشادة بفضلها عند عائشة على رواية وأن أمرأة حكت هذا الشعر عندها على أخرى وفي كل الروايتين أن عائشة جرحت حسانا على أنه ليس كابنته في الفضل روى البخاري عن مسروق قال دخل حسان ابن ثابت على عائشة فشبب وقال حسان رزان ما تو زن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغرافلي قالت لست كذلك قلت تدعين مثل هذا تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى فبره منهم فقالت وأي عذاب أشد من العمى قالت وكان يرد يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله المصدر صحيح البخاري جزي الساد الصفحة 11 وروى البيهقي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الشيطان عنها وعندها حسان ابن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فقال حسان رزان الأبيات فقالت عائشة لكنك لست كذلك قال مسروق فقلت لها لماذا تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت فأي عذاب نشد من العمى العمى إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وآله المصدر جنن البيهقي جزء العاشر صفحة 239 وأنتم تسمعون وترون إنه ليس في رواية البخاري والبيهقي هذه إن حسان بن ثابت قد قال هذا البيت في مدع عائشة أو الاعتذار إليها مما بدر منه في قذفها كما ليس في الرواية سائر الأبيات الملحوقة به التي رواها الطبراني عن عائشة وإذ وإذ ذاك يتساءل عن مناسبة ذكر حسان هذا البيت عند عائشة وعن المقصودة به ونجد الجواب ضمن تعليق بن حجر على الرواية إذ قال ويكون قوله في بعض طرق رواية مسروق يشبب ببنت له بن نون لا بالتحتانية ويكون نظم حسان في بنته لا في عائشة فتح الباري المصدر فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسكلاني الجزء الثامن صفحة 274 وقد استظهر أن يكون الشعر في عائشة اعتمادا على سائر الأبيات الملحوقة غير أنها محل النزاع إذ نقول أنها منحولة والثابت فقط هو البيت الأول وقد قاله حسان في ابنته كما نص عليه ابن حجر عن بعض طرق الرواية ذاتها وهو المطلوب ولا يخفى أن هذا أوفق لأنه نتيجة المقاربة بين الألفاظ الرواية من طرقها كما أنه أنسب لأنه إن كان حسان يقصد بهذا البيت عائشة فأي داع لها أن تجرحه بقولها لكنك لست كذلك فتنفي عنه الحصانة والرزانة فإذا الرجل إنما جاء إليها مهتذرا فمدحها بهذه الصفات فلماذا تنفيها عنه وأي مناسبة لذلك نعم نجد المناسبة والأقربية إلى المعقولية في قول إن الشعر قد امتدح به حسان ابنته في محضر عائشة فأغتاظت المرأة لذلك ونفت أن يكون مثل ابنته في الحصانة والرزانة قائلة لكنك لست كذلك أي لست كابنتك في هذه الصفات أما في رواية ابن هشام ففيها إن أمرأة دخلت على عائشة وحكت هذا الشعر في مدح ابنة حسان فقد روي ابن هشام عن أبي عبيدة إن أمرأة مدحت بنت حسان ابن ثابت عند عائشة فقالت حصانة رزانة ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافلي فقالت لكن أبوها المصدر السيرة النبوية لابن هشام الجزء الثاني صفحة 307 وعليه فالبيت الثابت هذا إنما قيل متحا لابنة حسان ابن ثابت لا لعائشة وأما سار الأبياد غير الثابت الملحوقة به والتي تشير إلى قصة الإف فلا ريب في إنها منحولة إذ رواية مسروق تخلو منها وكذا رواية أبي عبيدة نعم هي في رواية عائشة موجودة فلعلها أضافتها إلى البيت الأول الذي سمعته من حسان عندها فعجبها أن تجعله ما يلحق به تشبيبا بها ولا ولا يفوت الذهن إن حسان كان غرضا للكذابين والوضاعين عبر التاريخ الذين ألصقوا به أشعارا لم تأتي على لسانه قال الأصمعي حسان ابن ثابت أحد فحول الشعر هذا الأصمعي يقول فقال له أبو حاتن تأتي له أشعر لينة فقال الأصمعي تنسب إليه أشياء لا تصح عنه المصدر الاستيعاب لابن عبدالبر جزء الأول صفحة 102 وأشعر لينة أي أشعار ضعيفة يعني يقول له أشعر لينة أو لينة يعني يكون أشعار ضعيفة قال له ما تنسب إليه أشياء لا تصح عنه فهذه الأبيات المضافة على البيت الأول الثابت لا شك إنها من هذه الأشياء التي لا تصح عنه سيما مع ملاحظة إنها غير متماشية مع أدبه ولسانه ويعرف ذلك جهابذة هذا الفن أما الأبيات المنسوبة إلى حسان والتي مطلعها لقد ذاق عبد الله ما كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيرا ومسطع فقد سبقت من الإشارة إلى أن هناك من يرويها بلفظ لقد ذاق حسان ما كان أهله إلى آخره أنا مبدلين لقد ذاق عبد الله يعني على هذا عبد الله بن سلول أو عبد الله بن أبي بن سلول وذلك للخلاف بينهم في أنه هل جلد ابن أبي سلول أم لا فالذي يقول بأنه لم يجلد روى الأبيات بذكر حسان أنه ذاق معهم الحد بدلا من عبد الله أو عبد الله أبي بن سلول والذي قال بأنه جلد رواها بذكر عبد الله بدلا من حسان وأعفى على الأخير من الجلد وأيا يكون فقد مر عليكم في الإيراد السابق تفنيد وقوع الحد على أي من هؤلاء المذكورين الأمر الذي يكذب صدور هذه الأبيات من حسان ثم أنه في مصادر المخالفين ما يؤكد أن الأبيات لغيره فقد قال ابن أسحاق وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه في فريتهم على عائشة لقد ذاق حسان الذي كان أهله إلى آخره في المصدر السيرة النبوية لابن هشام الجزء الثاني صفحة 307 وصمت النجوم للعصامي للعصامي صفحة 306 وقال الماوردي فقال بعض شعراء المسلمين لقد ذاق حسان الذي كان أهله المصدر النكت والعيون للماوردي الجزء الثالث صفحة 161 فالقائل أحد شعراء المسلمين أو قائل منهم وليس حسان بن ثابت هذا ولا نظن أحداً تعزب من نفسه السخرية من حاديث عائشة في قصة الإف لما فيها من تناقضات وتباينات فإنها في رواية البخاري والبيهقي عن مسروق قررت أن حسان هو الذي تولى كبره أو كبره وأنها جوزية بعذاب عظيم هو العمى يعني بعدين صار عمى بينما هي في روايات أخرى تقرر أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول كما مر معنا في الرواية البخاري عن عروة وكذا في رواية الواقدي وذاك قولها وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي ابن أبي ابن سلول وهو الذي كان يستش يستو إيه يستوشي ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمن يعني مصيبة هاي المرأة بالكذب هاي نجدها في صحيح البخاري جزء السادس صفحة دعش ونحوه في مغازي الواقدي الجزء الأول صفحة أربعمية خمسة وثلاثين عذرا من بعض الكلمات كونها غير واضحة لذلك نتأخر بقراءته الطبعة قديمة فلذلك نتأخر بها والأكثر سخرية إنها في أحاديث غير هذا نفت أن يكون حسان قد اشترك في الإفك أصلا فقد روى ابن عبد البر عن الزبير بن بكار بسنديه عن محمد بن السائب ابن بركة عن أو بركة عن أمه إنها كانت مع عائشة في الطواف ومعها أم حكيم بنت خالد ابن العاص وأم حكيم بنت عبدالله عبدالله بن أبي ربيعة فتذكرت عسان بن ثابت فابتدرت بالسب فقالت عائشة ابن الفريعة تسبان أو تسبان تقصد من ابن الفريعة يعني حسان بن ثابت إني لأرجو أن يدخله الله الجنة بذبه عن النبي صلى الله عليه وآله بلسانه أليس القائل أجوت محمد أجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء فبرأته من أن يكون افترى عليها فقالت أه ليس ممن لعنه الله في الدنيا والآخر بما قال فيكي فقالت لم يقل شيئا قال شنو يعني هاي المرة ما ندريها سيتشذب عليها من مرة تقول هو اللي اتكلم عني وفضحني قدام العالم وهس تقول لا ما حيش عني ولكنه الذي يقول عصان ورزان ما تزون لزنا بريدة وتصبح غير ثام اللحوم الغوافل أو الغوافلي فإن كان ما قد جاء عني قلته فلا رفعت صوتي إلى أناملي المصدر الاستيعاب لابن عبدالبر الجزء الأول صفحة 102 وأزد الغابة لابن الأثير الجزء الثاني صفحة 6 وهكذا لا تكاد عائشة ترسو في أحاديثها على بر ولا تستقر في أقوالها على شاطئ فمرة تقول إن حسانا كان الذي تولى كبره وأخرى تقول إنه كان ابن أبي وفي ثالثة تقول إنه لم يكن معهم أصلا فأي أقوالها نصدق وعلى أي من أحاديثها نعتمد والله ما نقدر نعتمد على أي قول من أقوالها ويبدو إن هذا التهافت من قبل عائشة مرده أو مرده كثرة تقلباتها المزاجية جزهر مونات فهي كما نلاحظ جليا إمرأة متذبذبة الهوى والمزاج فتارة ترضى عن المر فتمدحه وتبرئه من كل عيب وأخرى تغضب عليه فتذمه وتلصق به كل شيء ثم ترضى عنه ثم تغضب عليه وهكذا دوالك عسب ما يقودها هواها في الظرف الذي تعيش فيه وما قصة عثمان بن عفان معها إلا كاهدا على هذه الصفة فيها فقد كانت على ويام معه ثم انقلبت عليه وحرضت على قتله ثم بكت عليه وطالبت بدمه فالظاهر إن حسان بن ثابت تعرض إلى هذا الذي تعرض له عثمان لعنه الله ابن عفان فعينه صفتت عليه اتهمته زورا بأنه كان من الذين قذفوها بالإفك وأولت العذاب العظيم الذي أوعد الله تعالى الذي تولى كبره منهم أو كبره منهم بالعمى الذي أصابه ثم لما رضيت عنه برأته تماما وأشادت به وهذا حالنا وحال الناس مع عائشة في فحص أحاديثها فهي كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها نأتي إلى الإيراد السابع ورد في مطاول أحاديث السالفة لعائشة وأذنابها إن آيات قرآنية نزلت في هذا الشأن عمدتها آيات سورة النور التي نؤثر التعرض لها قليلا كي يتاح لنا التعرض لآية وردت في إحدى هذه الأحاديث ألا وهي قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى سورة الحجرات الآية عشر بعد البسمة حيث زعمة أنها نزلت حين دب النزاع بين الأوسي والخزرج بقيادة سعد بن معاذ على أساس وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير فسب بعضهم بعضين وسلوا سيوف وتلاطموا وتضاربوا بالنعال والحجارة بالنعال وبالحجارة وبالسيوف بينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله قائما على المنبر خطيبا مستعدرا مما نال من عرضه والدعاء نزول هذه الآية في هذه الواقع المزعومة إمارة على عدم صدق قصة الإفك التي حاكتها عائشة ذلك لأنه بالرجوع إلى صحاح القوم ومصادرهم المعتبرة وجد أن سبب نزول هذه الآية مغاير تماما لهذا المدع فقد روى البخاري ومسلم والقرطبي عن أنس لعنهم الله جميعا قال قيل للنبي صلى الله عليه وآله لو أتيت عبد الله بن أبي بن سلول فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وآله وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وآله فقال إليك عني والله لقد آذاني نتنو حمارك قيل للنبي فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار النبي صلى الله عليه وآله أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجلا من قومي فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا إنها انزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما هاي هم يقولون بأن هاي نزلت بهاي الحادثة مسلمين وكلهم صحابه ودق بالنعل وبالطابوق بالحجارة وبالسيوف وبالفشار هتش من نختك هتش من نمك هاي الصحابة الأجلة هم يقولون بكتبهم المصدر صحيح البخاري جزء الثالث صفحة 166 صحيح مسلم جزء الخامس صفحة 183 تفسير القرطبي جزء 16 صفحة 315 وقد ذكر أقوالا أخرى دون هذه الرواية في القوة بسبب نزولها وليس من بين تلك الأقوال هادثة الإفك المزعومة إنها حقيقة الأمر كما ترون محاولات لاستلاب أسباب نزول الذكر الحكيم ومعانيه وإصاقها بوقايع مفترضة لإقناع الناس بوقوعها بوقوعها وأما الآيات التي شحنت بها قصة الإفك في روايات أو رواياتها المتعددة عن عائشة إلا من هذا القبيل فلندقق الآن في آيات سورة النور التي هي العمدة في هذا المقام ولنرى هل إنها تنطبق على القصة التي روتها عائشة أم لا قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرهن الآيات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم سورة النور من الآية 12 إلى 27 بعد البسملة يعني اللي تريد تقرأ من 12 إلى 27 إن مما يستفاد من هذه الآيات الكريمات أمور لا يمكن أن تنطبق على قصة الإفك بحسب رواية عائشة أولها إن الله تعالى يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم فنعت الذين جاءوا بالإفك بأنهم عصبة ومعناها في اللغة معلوم وهو جماعة من الناس يترابط أفرادها برباط وثيق وعلاقة وطيدة بحيث يتعصبون لبعضهم بعضا ويعاضدون بعضهم بعضا قال الراغب العصبة شنو معناها جماعة متعصبة متعاضدة المصدر مفردات غريبة القرآن للراغب الأصفهاني أجزل أول صفحة 336 وأين هذه الصفة ممن زعمت عائشة إنهم قد قذقوها وأي رابط بين عبد الله ابن أبي ابن سلول وحسان ابن ثابت ومسطح ابن أثاثة أو أثاثة وحمنة بنت جحش شنو الترابط بينتهم والتاريخ لم يحدثنا أطلاقا عن وجود أدنى علاقة أو تواصل بينهم كيف وبعضهم من الأنصار وبعضهم الآخر من المهاجرين وكيف وفيهم المنافق المشهور ابن أبي ابن سلول عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي كان معزولا لا يتعاطى معه أحد من المسلمين إلا طرارا فهل يمكن تصور أن تتواصل معه حمن مثلا أو مسطح فيشكلون عصبة متعاضدة أو حزبا متكتلا يتواطع على الإفك والبهتان ولماذا ولا أي داع ولا مصلحة مشتركة تجمعهم بل ولا علاقة تشملهم هذا أولا ثانيا ما يستفاد من الآيات الكريمات أن هناك فئتين توجه إليهما خطاب التقرير أو توجه إليهما خطاب التقرير الأولى هي التي جاءت أفرادها بالإفك والثاني هي التي تلقته فلم تنكره فالأولى خطبت بصيغة الغائب كما في قوله إن الذين جاءوا بالإفك وقوله لكل مرء منهم ما اكتسبت من الإث والذي تولى كبره منهم أو كبره منهم كبره منهم وقوله لولا جاء عليه بأربعة أو بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون والثانية خطبت بصيغة المخاطب كما في قوله لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم وقوله لولا إذا سمعتموه وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وقوله ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لكم أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بغتان عظيم ويشعر هذا بأن الفئة الأولى التي تولت أمر بث الإفك كان لها من الثقل والتأثر والتأثير ما يجعل الفئة الثانية تخضع لها فتتلقى قولها بالقبول دون الإنكار ولو إن الفئة الأولى كانت أقل ثقلا من الثانية لما كان لهذه الأخيرة أن تخضع أو تتأثر فطبيعة المجتمع أنه لا يقيم وزنا لما يرد من الداني ولا يتأثر كل هذا التأثير بإشاعة منه نعم هو يتأثر بما يصدر ممن تكون له حظوة أو شأن من أو شأن من الشأن والمنافق عبدالله بن أبي بن سلول وكذا أمثال مسطح وعمن لم يكن لهم مثل هذا المقام في المجتمع ولا كان لهم مثل هذا الثقل المؤثر ونستثي من أولاك حسان لأنه كان ذات تأثير في أشعاره غير أن التاريخ لم يحدثنا أنه نظم في قذفه لعائشة شيئا من ذلك البت وحتى لو افترضنا أنه قد نظم وفقد ما نظمه أو طمر إلا أنه يبقى بمفرده من غير تأثير ولا تصدق عليه أو ولا تصدق عليه العصبة على أن حسانا لم يكن من الطبق الأولى في المجتمع عندك بالقياس إلى غيره فلا تشخص إليه الأبصار كما تشخص إلى غيره أو تشخص إلى غيره مما اللعب أدوارا أو سع في حركة المجتمع إيجابا أو سلبا وعليه فكيف يستقر في القلب أن تخضع هذه الفئة الثانية وهي عامة الناس على ما يظهر لمن هم من المنبوذين كابن أبي ابن سلول أو المغمورين كمسطح وحمنة فتستقبل أفكهم وتستم امرأة هو وتخوض فيه كل هذا الخوض الذي يستوجب نزول هذه الآيات الشديدة في تقريعها وتهديدها يقول الناس إليهم ثقلهم لازم بالمجتمع اللي قالوا هاي الشغلة واللي الناس حشت بيها وثالثا ما يستفاد من الآيات الكريمات هو أن المقذوفة في الإفك كانت غافلة مؤمنة وذلك قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وهذا ما لا يمكن انطباقه على عائشة مستحيل مستحيل تنطبق عليها لا هي من المحصنات ولا الغافلات ولا المؤمنات فإنه حتى لو أسلمنا بأنها كانت غافلة عما قيل فيها مع أنه استمر لمدة شهر على ما يدها فكيف لنا أن نسلم بإيمانها والتي نزل القرآن في ذمها وذم صاحبتها حفصة مؤذنا بانحرافهما عن الإيمان حين قال تعالى فقد صغت قلوبكما وكيف لنا أن نسلم بإيمانهما وقد نفى النبي صلى الله عليه وآله حين قال لأبيها وما يدريك أمؤمنة هي أم لا راجعوا صفحة 270 وصفحة 286 من صحيح البخاري والحلقات الماضية من كلمنا بهذا الحديث كامل إن هذا ينبعنا عن إن المقذوف في قصة الإفك امرأة أخرى وإن العصبة أي لازم امرأة أخرى معايشة وإن العصبة القاذفة جماعة أخرى وإن القضية قد وقع فيها تحريف وتحوير ولا تغفلون عما مر عليكم من إنه في بعض تفاصيل المخالفين إن قوله تعالى أن الذين يرمون المحصنات نزلت في الرد على مشركي قريش في قثفه من نساء المهاجرات إلى المدينة وأما ما دعت عائشة في أحاديثها من قوله تعالى وللفضل منكم والسعى أن يؤتوا أولى القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم أو يغفر لكم أو يغفر الله لكم والله غفور رحيم قد نزل في أبيها فعدل عن يمينه بعدم الإنفاق على مسطح فوظاهر البطلان ذلك لأن الآية هي من كان من أولي الفضل والسعة عن الإلي أي الحلف وقد علمتم من الحلقات الماضية أن أبا بكر ليس مؤمنا بمفهوم آية الغار وحديث شهداء الحد وشواهد أخرى باعترافه فكيف يكون من أولي الفضل في الإيمان فإنه إذا كان إيمانه غير محرز أو محرز فكيف بفضله فيه كما علمتم بالحلقات الماضية إنما أشيع عن كون أبي بكر ذاثر ومال لا صح له أصلا وتناقشنا بهذا الموضوع وناقشنا تفصيلا وإنه كان أحد أساطير عائشة فكيف يكون أبا بكر ذاسعة في المال ليتوجع إليه خطاب النهي في الآية عن أن لا ينفق فإنه إن كان غير قادر على الإنفاق على نفسه فكيف به على غيره وبذا تعرفون أن الآية لا يمكن أن تنطبق على أبي بكر والقصة التي اخترعتها عائشة في شأنه وشأن مسطح أو مصطح لأن صفتين التي وردت في الآية في ابن أبي قحافة العذروط وقد ورد في تفسير هذه الآية من طرق شيعة العترة الطاهرة فروات الله تعالى عليهم ما ينسف ما زعمته عائشة وما هو أكثر ملائم مع سياق الآية فقد روى الشيخ المفيد رحمه الله في سبب نزولها أن كلاما جرى بين بعض المهاجرين والأنصار وتظاهر المهاجرون عليهم وعلوا في الكلام فغضبت الأنصار من ذلك وآلت بينها أن لا تبر أو تبر ذو الحاجة من المهاجرين وأن تقطع معروفها عنهم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية فاتعضت الأنصار بها وعادت إلى بر القوم أو بر القوم وتفقدهم المصدر الإفصاح للشيخ المفيد صفحة 182 وهكذا تتساقط أمامنا أكاذيب عائشة في قصة الإفك الموضوعة كما تتساقط أوراق الأسجار في الخريفة الإيرادة الثامن ادعت عائشة في حاديثها أن السر في تخلفها عن الجيش حتى رحل عنها وأنها أرادت قضاء حاجتها كما أسلفنا في الحلقات الماضية فخرجت من هودجها واتفق انقطاع عقد لها من جزع على أساس لكلاوات ضفار بعد ذلك فحبس الالتقاط عن الرجوع ولما رجعت وجدت الناس قد رحلوا فباتت ليلتها في المكان آملا بأن يرجعوا إليها وهذا الإدعاء لا يمكن قبوله بل ولا التسليم بإمكان وقوعه بالنظر إلى ظرف الحال فإن الجيش الذي تعداده سبعمائة مقاتل معهم نحو من مائتي أسير لا تكون حركته إلا بطيئة ثقيلة سيما أن معظم هؤلاء كانوا راجلين والقليل منهم يركبون الدواب كما أن الحركة في الليل أبطأ منها في النهار وكذا الحركة مع السلاح والكراع تكون أبطأ وأصعب من غيرها وفي ظل ظرف كهذا كيف يمكن تصديق أن يتحرك كل هذا الجيش المهول ويختفي عن الأنظار بهذه السرعة بحيث أن هايشة لم تستطع إدراكه بعدما انتهت من جمع ما تناثر من عقدها أفهل يعقل أن يكون الوقت المستغرق في جمع خرزات أو الخرزات المتناثرة أطول من الوقت الذي يستغرقه تحرك جيش يضم نحو ألف إنسان بدوابهم وأسلحتهم بل إن هؤلاء الألف لو كانوا يستقلون السيارات الحديثة ويسيرون بها بشكل جماعي لأفضل التزاحم بينهم إلى متسع من الوقت يكفي المرء لفعل الذي زعمت عائشة إنها كانت تفعله أكثر من مرة ومع ذا يلتحق بهم قبل أن يغادر آخرهم المكان فكيف والقوم يسيرون على أقدامهم هل من المعقول أن يختفي كل هؤلاء بهذه السرعة مستحيل لقد زعمت عائشة في حادثين إنها بعدما انتهت من التبول والتغوط رجعت ثم اكتشفت إن عقدها قد انقطع فعادت إلى حيث قضت حاجتها تلتمسه لتجمعه ثم لما رجعت لم تدرك قافلة الجيش هذا يعني إنها في رجوعها الأول لم يكن الجيش قد سار بعده وإنما سار بعدما عادت لتتمس عقدها فيكون الوقت الذي استغرق الجيش لمغادرة المكان بعديده وعتاده أقل مما استغرقه ذهاب عائشة وإيابها في جمع فرزات العقد ولا يشمل فترة تبولها وتغوطها على راس أبو بكر وتلك لعمري معجزة خارقة لا تكون إلا من قبيل طي الأرض للجيش أو طي الزمن أو الزمن ثم لو غضضنا يعني هسن مشي لت فيها الطرف عن كل هذا كيف يسوغ لنا القبول بأن عائشة لم تسمع وهي تلتقط فرزات عقدها أصوات تحرك الجيش حيث جلبت الجند وحمهمت الركبان وقاعة السلاح وصهيل الخيول ورغاء الإبل مع أن الوقت كان ليلا وفي صحراء ليس فيها سوى السكون والهدوء حيث يشعر فيها الإنسان بأدنى صوت إنما تدعيه عائشة من إنها لم تشعر وإلا وكل هؤلاء القوم قد رحلوا ولم يبقى منهم أثر مما هو ما هو إلا تخيلات ليس لها عتبار إلا في عالم الأحلام والحكايات الأسطورية والغريب إنه في الوقت الذي ذكرت فيه عائشة إنها كانت في المدينة تخرج لقضاء حاجتها بصعبة أم مسطح أو مصطح نجدها هاهنا تخرج للحاجة ذاتها بلا صاحبة ولا مرافقة يعني إنت البولة ويجي شرحتي بلتي بعدك وبيتك من الطلعين لازم تأخذين وياك أحد في نجد فإذا كان خروجها بصعبة أحدهن في المدينة واجبا لأن لا يتعرض إليها أحد فإنه هنا أوجب إذ هي الصحراء المرعبة وهو العيل الذي لا يؤمن فيه فعجبا كيف قبلتم بأن تخرج أو قبلت بأن تخرج بمفردها في هذه الليل أو في هذا الليل وتعرض وتعرض نفسها للخطر وكيف قبل لها ذلك وتركت تبتعد لوحدها مع أنها من حشايا رسول الله صلى الله عليه وآله الإيراد التاسع قد ودعت عائشة رؤوسنا بعقدها الذي جعلت فقده أثناء التبول من غزوة المريسع سببا لوقوع الإفك وحصول فضيلة تبرئتها من فوق سبع سماوات على ما تزهب بيد إن عائشة أبدا لا تزيد رؤوسنا صداعا وصداعا إذ لم تكتفي بهذه الفضيلة فسبقتها بأخرى تتعلق بالعقد نفسه وبالواقع نفسها يعني غزوة المريسع حيث زعمت إن العقد هذا كان قد ضاع فأمر النبي صلى الله عليه وآله لأفراد جيشه بأن يفتشوا عنه وطال بهم الأمر دون أن يجدوه حتى حضر وقت الصلاة ولم يكن ثم ماء فنزلت حينئذ آية التيموم الله أكبر على راسج منها تشذب هذا كل الآيات والقرآن كلها نزل على عائشة فوسعت على المسلمين دينه جعلت لهم هذه الرخصة الشرعية بأن يتيمموا بالصعيد بدلا من الوضوء بالماء للصلاة وكانت تلك بركة من بركات عائشة بنت أبو بكر ثم كانت المفاجئة أن العقد وجد تحت الجمل سبحان الله الذي كانت تركبه عائشة وقعت تحت الجمل لقوه كون نزل تحت الجمل ما ندري أخرج أحمد ابن حنبل لعنه الله بسنده عن عائشة رضي الشيطان عنها قالت أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض أسفاره سيئة صلى عليه وسلم تقول حتى إذا كنا بتوربان بلد بينه وبين المدينة بريد وأميال وهو بلد لا ماء به وذلك من السحر انسلت قلادة انسلت شون انسلت ما ندري قلادة اللي من عنقي فوقعت وحبس رسول الله صلى الله عليه وآله للاتماس حتى طلع الفجر قطيع دورون التصلاة ما صلى بليلة فصلاة الليل الاتماس حتى طلع الفجر وليس مع القوم ماء فقالت فلقيت من أبي ما الله عليم من التعنيف والتأفيف من نبوه ظري صيح وكلم النج كلب بالتلكل وقال في كل سفر منك عناء وبلاء متعلمين علي أثاري قالت فأنزل الله الرخصة بالتيموم على مود نزلها قالت فتيمم القوم وصلوا وقالت يقول أبي أين جاء من الله ما جاء من الرخصة للمسلمين والله ما علمت يا بني إنك لمباركة واحد كذبات ماذا جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليوسر الكلاوات والأفلام الهندية نجدها في مسند أحمد بن حنبل لعنه الله جزء السادس صفحة مئتين واثنين وسبعين ونحوه في صحيح البخاري الكلب ابن الكلب الجزء الأول صفحة ستة واثمانين وصحيح مسلم الزبالة الجزء الأول صفحة مئة واثنين وثنين وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة لعنهم الله تعالى قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا في البيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله على التماس وأقام الناس معه يلا تعالوا لمونا العقد مع العائشة هو بيخر ستين يمكن وليسوا على ماء وليس معهم فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله أو بالناس وليسوا على ماء وليس معهم فجاء أبو بكر ورسول الله قال الله عليه وآله ووضع رأسه على فخذي قد نام خطيئة من التعب نام على فخذي قد دعم العالم فقال حبستي رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم قالت عائشة فعات بني أبو بكر قول وجعل يطعن بيده في خاصرتي قام يضربني بخاصرتي بيده أبوها شابع نعل ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى غير ماء فأنزل الله آية التيمم تكبير فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر والله ما حد قائل آل أبي بكر تشذابين ما حد يقلهم يا آل أبي فالتعظيم لهاي العائلة ويا لي يشتريكم بنها قالت فبعتنا البعيرة الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحت صلوات يا سفنة يا ولد السفنة العقد تحته وين نلقى هذا تشذب الكلاوات نجده في سقيم البخاري الجزء الرابع صفحة 195 وسقيم مسلم جزء الأول صفحة 192 وغيرهما كثيرا والسفر الذي تعني عائشة بقولها في بعض أسفاره ليس إلا سفر غزوة بين المصطلق المريسية أي المريسية وذلك ما نصع عليه ابن رجب الحنبلي واشفعه بقول ابن سعد والشافعي عن جماعة من أهل العلم بالمغازي وغيرهم من قريش فقالوا هذا السفر الذي سقط فيه قلادة أيوشة أو عقدها كان لغزوة المريسية إلى بن المصطلق أو المصطلق من خزاعة سنة ستة هاي وقيل سنة خمس وهو الذي ذكره ابن سعد عن جماعة من العلماء قالوا وفي هذه الغزوة كان حديث الإفك وقد ذكر الشافعين قصة التيمم كانت في غزوة بن المصطلق وقال أخبرني بذلك عدد من قريش من أهل العلم بالمغازي وغيرهم اتشذابين كلهم جدعوا في فتح الباري في شريح في شرح صحيح القندراء البخاري لإبن رجب الحنبلي لعنهم الله جميعا الجزء الثالث صفحة 2 وكذا ذكر ابن حجر العسقلاني عن ابن عبدالبر وابن حبان أن قصة نزول التيمم في حديث عائشة هذا قد وقعت في غزوة المريسية كما وقعت فيها قصة الإفك أيضا وعشين القصص هذا بسفرة واحدة فقال قال ابن عبدالبر في التمهيد يقال أنه كان في غزاة بن المصطلق وجزم بذلك في الاستذكار وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان وغزاة بن المصطلق هي غزوة المريسية وفيها وقعت قصة الإفك لعائشة وكانت ابتداء ذلك بسبب بقوع عقدها أيضا فإن كان ما جزموا به ثابتا حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهما نجده في فتح الباري في الشرح صحيح الخرائي البخاري لابن حجر العسقلاني الجزء الأول صفحة 365 ثم دفع استبعاد بعض شيوخه لوقوع القصتين في غزوة غزوة المريسية يعني هاي الكلاوات مال عيوشة عدنا بعد كم صفحة أنا مودة نكمل هاي الكلاوات مالته نخليها لل علاقة القادمة إن شاء الله حتى نكملها بعديا نرجع نرجع للقصة الحقيقية للإفك هاي هسا كل الحيشين نحن بالحلقات الماضية مالة الإفك كل الحيشين هو الكذب اللي كذبته عائشة على قصة الإفك وكيف هي مبرأة من فوق سبع السماوات هذا كله كذب بكذب وراح نكمل وياكم إن شاء الله بالحلقة القادمة ونشوف وين نوصل وياها من هذا التشذب وبعدها نتكلم عن إن شاء الله عن القصة الحقيقية للإفك هذا وآخر كلامنا صلاة على النبي المختار وآله الطيبين الأطهار واللعن الدائم على أعدائهم جميعا لا سيمة عمر وأبو بكر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم ألا لعنة الله على قتلة الحسين ألا لعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين هذا وآخر دعوانا لكم ولنا بالثبات على الولاية ولا تنسونا بالدعاء والزيارة جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته